في تطور هو الأكثر دفعا باتجاه التصعيد بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري تحولت اعتصامات أنصار الطرفين إلى قضية رئيسة في الصراع وأداة ضغط متبادلة حيث شملت عدة محافظات عراقية تظاهرات لأنصار الطرفين مع ترديد شعارات تحمل رسائل تحدي واستعدادا للمواجهة وهذا يتطابق مع مرجحة صحيفة The National من حصول مواجهات المسلحة وشيكة بين ميليشيات الإطار التنسيقي والتيار الصدري ويرى الإطار التنسيقي أن أنصاره المتظاهرين هم من يمثلون ما يسمونه بالأغلبية الوطنية وهم من يحمون العملية السياسية ويحفظون الدولة من عبثي من وصفوهم بالمخربين وعلى النقيض كذلك يرى التيار الصدري أن أنصاره المتظاهرين يمثلون الثورة على الفساد ويجسدون حركة الإصلاح المطلوبة فيما متظاهروا ثورة تشرين الذين ظهروا على الساحة مجددا ينظرون لما يحصل على أنه صراع سياسي بعيد عن طموحات الشعب العراقي وتطلعاته مجلة فورين بوليس الأمريكية كذلك رأت أن الواقع يسير باتجاه صدام عسكري وشيك وخصوصا أن الطرفين يمثلكان ميليشيات مدججة بالسلاح وسط غياب سلطة الدولة التقليدية وغياب شخصية القوات الحكومية أمام الميليشيات أسباب الأزمة بين الصدر والإطار كما ترى مجلة فورين بوليسي ليست وليدة اللحظة وإنما لها جذورها الممتدة إلى عدة سنوات وتدور هذه الأسباب حول النزاع الزعام السياسية والتنازع على موارد الدولة وثروات البلاد إضافة إلى تفش الفساد بجميع مفاصل الدولة وتورط المسؤولين من شتى الأحزاب بصفقات فساد كبيرة التأزم السياسي بين الأحزاب وصل إلى حد لا عودة ولا حل في الآن نفسه ولذلك فإن لملمة أجزاء العملية السياسية المتشضية أصبح مهمة في غاية الصعوبة